ودعت ميليشي الحوثي العام الماضي بجريمة قتل وافتتحت العام الجديد بجريمة اعتداء تضافان إلى سجل كبير من الجرائم المماثلة ففي تعز تعرض المواطن صلاح السامعي للإعدام الميداني على يد مدير قسم شلطة تابع لميليشي الحوثي وبعض مرافقه وفي صنعاء تعرض الصحفي مجل الصمد للإعتداء من قبل مجهولين بعد ساعات من إعلان محكمة تابعة للجماعة حكماً ضده لصالح وزارة الإعلام الحوثية منظمات حقوقية دولية مثل هيومان رايس واتش ومنظمة العفو الدولية واتقت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من قبل ميليشي الحوثي في اليمن تشمل هذه الانتهاكات الاعتقال التعسفي والاحتجاز دون محاكمة والمحاكمة بأدوات قضائية منحازة ومسيسع والتعذيب وسوء المعاملة والإعدامات خارج نطاق القضاء وتجنيد الأطفال وفرض القيود غير ضرورية على حرية التنقل والامتناع عن صرف مرتبات الموظفين ومضايقة المنظمات الإغاثية والاستيلاء على المساعدات الإنسانية واستخدامها ضمن أدوات التجنيد على صحيد انتهاك حرية التعبير يمارس الحوثيون سلسلة طويلة من الإجراءات الضامنة لتكميم الأفواه في المناطق التي يسيطرون عليها بدأت بإغلاق وسائل الإعلام المستقلة ومصادرة ممتلكاتها واعتقال الصحفيين وفرض رقابة على الإنترنت لحجب المواقع غير التابعة لهم وتسخير الوسائل الإعلامية لصالح الخطاب الطائفي والتعبئة الحربية حقوق المواطنين اليمنيين في مناطق سيطرة ميليشي الحوثي وحريتهم ستظل منتهكة ما دامت ميليشي الحوثي قادرة على انتهاكها دون خوف من العاقبة ولسوء الحظ يبدو أنه لا يزال أمام اليمنيين أمد طويل حتى تبدأ ميليشي الحوثي وعناصرها بالتفكير قبل ارتكاب الجرائم خاصة وأن كل ما اقترفته بحق اليمنيين منذ انقلابها مر دون عقاب اشتركوا في القناة